بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدون الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وغطبتم وطابة صباحكم بكل خير بنحييكم في بث حي من فضائية الخرطوم استوديو صباح الخرطوم هذا الاستوديو الذي يعنى بالخدمات المختلفة التي تهم كل المواطنين في كل أرجاء السودان وأيضا المواطنين السودانيين خارج حدود الوطن وقلوكم صباحكم الله بالخير وصباح الخير على وطن الجمال والألفة والمحبة السودان وكل سنة والسودان بألف خير بمناسبة يوم 21 أكتوبر الذي كان بالأمس وصباح النور مشاهر السير صباح الخير محسن كل سنة وانت طيب كل عام وانت بخير ويعاد نشهد كثير من المناسبات المختلفة المولد النبوي الشريف وأكيد مليونية 21 أكتوبر أكيد في تفاصيل سنتكلم عنها إن شاء الله كثير من المحطات والفقرات والضيوف إن شاء الله من خلال صباح الخرطوم لهذا اليوم ودائما تمنياتنا للسودان بالأمن والاستقرار ودائما نشوف السودان في مقدمة الدول المختلفة لكل المجالات خاصة في مجال الاقتصاد كل سنة وانت طيبة وكل الشعب السوداني بألف خير اليوم الرسائل على فكرة الرسائل الكثيرة جدا أنا عندي رسالة خاصة للسيد والي ولاية الخرطوم السيد أيمن خالد نيمير انتظروا هذه الرسالة الخاصة الرسالة المنشيط العريض من شخصي الضعيف للسيد والي ولاية الخرطوم ونقول لكم صباحكم بالخير ومرتاني صباح النور سنبدأ بالخير يا محسن وكثير من الأزمات الموجودة الآن ما بين صفوف البنزين وصفوف المخابز نحن نتمنى أن كل الأزمات تزعح عن كهل المواطن لأنه كل يوم نشوف أن الأزمة في تفاقم يعني محسن تمشي الترمبة تكون موجود في الترمبة ثلاثة أربع أيام عشان أنك تعبي عربيتك وفي نهاية ممكن تخلي العربية وتتنازل لأنه البنزين بيكون قطع يعني بتحصل كثير يعني حصلت يعني أنا شخصيا حصلت لي مرتين شايفاك الأيام دي خلاص خليت العربية وركنتها بالمناسبة لي أسبوعين أنا خلاص يعني ركنت السيارة أو العربية زي ما بقولوا بجي تأتي بالترحيل خدت خطين بالأحمر خدت خطين بالأحمر خاصة العاملين في فضايات ترحلتهم تحت الترحيل خدت خطين بالأحمر لأنه نقول الأحمر ده ما بيكتبه إلا المدير العام دائما مرات في بعض الناس بيستخدموا الأقلام وما يعرفوا منهم بيستخدموا الأحمر ده ما يزول بيستخدموا الأحمر ده استخدموا الزول على رأس الإدارة فوق والأسود برضو عنده ناسه والقلم الكحلي والأنا وإنتي والعام نكتبه ونقول صباح الخير على كل الناس برس من الملاحظات في ترمبات البنزينة الليلة وأنا في الترحيل من الملاحظات أنه في شاحنات كبيرة شاحنة هي شاحنة يعني بيقولوا التكويشة هم ناس الشاحنات مكوشة العربات دي وواقفة صفوفة الترمبة يا أخوانا كيف أنا ما عندي يعني أنا دائما باستغرب في بعض أبناء الشعب السوداني أصلا أنا ما عندي جاز الذي يودني أنه أحمل لي شاحنة حمولة على العليا نقول الشاي للحمولة أكثر من الألف العربية هل أنت ضامن تكبل الجاز ده بعد ساعة بعد يوم بعد يومين بعد أسبوع أنت ما ضامن فبالتالي ليه تشحن أنت أول أضمن الجاز حقك بعد ذلك أمشي أعمل أعمل إجراءات الشحنة هذا برضو ينطبق يا محسن حتى المواصلات العامة شكرا غريب جدا على فكرة يعني العربات الشحنة دي وصف طويل وما في جاز أصلا يعني أصلا ما فيه ولا مسدس شغال في الترمب بل أنا شفت أن هي في أم درمان ما فيه أصلا المسدسات واقفة نعم دي من الحاجات المراحظة حتى ليه وليه تشحن العربية يعني بعض شوية تبقى فيه مشكلة العمولة دي ذاتها على اللساتك مشكلة برضو يعني ممكن تدخلك فيه مشاكل تاني يعني العجلة من الشيطان على فكرة سايق العربات العامة والمواصلات مرات ممكن يكون شايل الركاب وبرضو بيمشي يقف في صف البنزين صحيح ومن الملاحظة برضو في الترمبات يا محسين كمية المواتر الموجودة يعني لحظة المسدس بتلقى حكاية بتاعة 50-60 موتر أنا ما عارف القصة شنو يعني في حكاية المواتر الكميات الكبيرة الموجودة ما فيه بعض الناس طبعا تجار بيقول ما شاء الله كمان زهرت لنا تجارة تجارة جديدة بدل الدولار والحيات التانية بيقتل التجارة في في البنزين من قبل كثير بصراحة من شريحة كبيرة من الشباب الآن ابتدوا شنو يتاجروا في حتة الجاز والبنزين ودي مسألة ما محمودة استخدموا المواتر كوسيرة والبلد بتعول عليكم انتوا الشباب دل انتوا شباب الغد فمفترض أنتوا تقولوا القدوة الحسنة للجيل الجديد حتى لو لقيتوا زول دائري خزم بنزين أو عايز بيع بنزين مفترض أنتوا بالعكس تحمل الوطن وتحمل حقوق المواطنين إن شاء الله ربنا يصلح الحال وكل الأزمات دي تبقى زكريات بعدها يا محسن نشوف حال السودان ينصلح متواصلين معكم المشاهدين الكرام في كل مكان ونبدأ أولى محطاتنا وفقراتنا عبر صباح الخرطوم بصحافة الخرطوم الصادرة صباح اليوم يا محسن واللي بتدينا برضو أخبار وبيتضع عين المشاهد أو المواطن لصورة الأحداث والأخبار في الولاية الخرطوم وفي السودان بشكل عام أبدأ بصحيفة أخبار اليوم ولا تبدأ أنت يا مشاهد نبدأ أول المنشطات التي حملتها صحيفة أخبار اليوم المنشط يقول شهيد ومصابون في مسيرات 21 أكتوبر وأحداث عاصفة وبيان للشرطة في اتصال مع حمدوك الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه للسودان ومعاوية البرير رفع على حظر أكبر دافع لزيادة الإنتاج والصادر السودان اتفضل لشاهد من صحيفة أخبار اليوم لصحيفة الوطن ونقرأ بعض العنوين سفير السودان بواشنطن ترامب سيختر الكونغرس برفع السودان من قائمة الإرهاب وزارة التجارة والصناعة لا تصديق لمخابس تجارية بالخرطوم وكيل الطاقة والتعدين الفوضى سبب أزمة الوقود ترتيبات لاستيناف رحلات البواخر بين حلفة والسد العالي الصحة تؤكد تفشي الملاريا وظهور الشيكونغونيا بالفاشر ربا إن شاء الله يسلم الناس ويش فيهم يعافيهم يا رب العالمين إن شاء الله صحيفة النيل الدولية برضو حملت من العنوين البارزة قتيل وأربع عشرة إصابة في مسيرات الخرطوم والشرطة تتابع مواكب 21 أكتوبر عبر المراقبة الإلكترونية وبومبيو باشرنا إجراءات زالت اسم السودان من قائمة الإرهاب وشركات أمريكية تستثمر في قطاع السكك الحديدية بالسودان ووزير التعاون الإسرائيلي أيضا سنطبع مع دول أخرى وليس بالضرورة مع السودان من النيل الدولية لصحيفة آخر لحظة بومبيو رفع السودان من غايمة الدول الرائعة للإرهاب قريبا السعودية تعاوض الأمريكان إنابة عن السودان العشرات يشاركون في مليونية 21 أكتوبر مدني وأيضا قحت محاولة الفلول لاستغلال الأوضاع المعيشية بائسة نعم إذن نختتم من صحيفة الجريدة واللي حملت عدد برضو من المنشطات العريضة وزارة الإعلام تعتذر للصحفيين والإعلاميين الذين تعرضوا لمضايقات أمنية في مواكب 21 أكتوبر وعودت عبارة شكرا حمدوك لمنصات التواصل من جديد وقتيل وجرحى بمليونية 21 أكتوبر والمقاومة تستنكر عنف الشرطة وأخيرا الإعلان عن عودة الشركات الأمريكية للإفثمار في قطاع السكك الحديدية بالسودان دي آخر الصحفة اللي صدرت صباح اليوم بالخرطوم رسالة الوالي أقولها ولا نمشي نسمع نأجي لها خلينا نسمع نسمع اللحن هي على فكرة رسالة فيها شكر للسيد والي ولاية الخرطوم ومفاجأات أخرى انتظرونا على الهواء مباشرة إذن لحنا الصباح مهدى لكل الذين انضموا لمتابعتنا عبر صباح الخرطوم بصباحكم عافية إذن نحن بنتواصل جانو أردر نحن حنواصل نحن كنا بنتكلم قبل عن الأزمات الكثيرة وإن شاء الله نحن متفقلين ببكرة أحلى وبكرة أجمل بس الرسالة اللي أنا عايز أرسلها للسيد الوالي السيد أيمن خالد نيمير أول حاجة أقول لك صباح أقل بالخير وأنا شخصيا كمواطن بشيد بدورك اللي قمتبه في الفترة الوجيزة يعني كونك مثلا تحضر مؤتمر صحفي لمراحل الأساس وعشرين سنة ما في والي حضر المؤتمر بتعلان شهادة الأساس دي أحدة محسوبة لك لأنك أنت معنات أنت حضور جيد وحضور جميل جدا في السوحة المختلفة في السودان وثانيا زيادة المرتبات برضو يا مشاعر للعاملين يعني العمال اللي بتعمل في المحليات المختلفة في نظافة الخرطوم يعني هذا الرجل الجميل السيد أيمن خالد نمر ضاعف مرتبات العاملين والعاملين بيستحقه لأنه من مليون ونصف عملة ثلاثة مليون يعني زيادة مية في المية ونحن بنحييه برضو عمل كبير قام به تجاه العمالة لأن العمالة من الحاجات اللي برضو الأوطان بتعويل عليها كثير بدلا ما نستقلب عمالة أحسن نقيم العمال حقنا لأن ذاتهم يعملوا لأن الولايات ذاتة بتعويل عليهم ويعملوا بخلاص في مجال النظافة المختلفة وهو حضور في حاجات كثيرة بس الرسالة اللي أنا عايز أقولها بتهم الهيئة أول قبل لما أرسل الرسالة خلينا نشيد بالأسيد مدير هيئة إذاعة وفضائية الخرطوم الأستاذ ياسر عوض نقول الأستاذ ياسر عوض أنا شخصيا بقول الرجل المناسب في المكان المناسب لو سألتني ليه هو الرجل المناسب في المكان المناسب لأنه هو رجل إعلامي في المقام الأول ملم بكل تفاصيل الإعلام ملم بالبرمجة لأن الشاشة تغيرت في الآون الأخيرة عارف تفاصيل للعمل والمؤشر في الشارع العام يقول لنا القناة فيها تغيير التغيير طرع من وجود الأستاذ ياسر عوض نحن نشيد بالأستاذ ياسر عوض لكننا نريد رسل الرسالة للوالي أولا الأستاذ ياسر عوض ما هو الدجاجة التي تبيض الذهب هو ليس بالدجاجة التي تبيض ذهبا هو وجد الأرضية غير مهيئة على فكرة وليس في يدي برضو عصائية وبالرغم من كده هو قايم بدور وبعبئ كبير جدا واستطاع أن يوصل الشاشة حتى تنافس الأولى لكثير من الناس أنا ما عملت استطلاع لكن كثير من الناس ابتدت القناة في بيوت تفرض نفسه وتكون هي القناة الأولى هذا ما ورد من كثير من المواطنين الذين يلاقون لأننا استبيان متحرك أنا وإنت وخلافي هذا واحد الثانية أنا والله أتمنى أن السيد خالد أيمن نمير يسجل زيارة عاجلة للهيئة لأنه الهيئة بالنسبة للأرضية الأرضية ملك أنت لما نكون عندك بيت ملك وبيت إيجار تختلف المسألة مفترض المسألة أنت تطورها بقلب قوي القناة تفتقد لأدوات كثيرة أولا الترحيل أنا ما حسيت بمشكلة العاملين إلا بعد أنا وقفت العربية أجب الترحيل أولا الآن في عربيتين بس بتعمل ومن زمان بتعمل العربيتين على فكرة ما في زمن الإدارة عشان الناس شوية ممكن تحرف الحجس وإن كان خارج الهوى أو داخل المؤسسة أصلا البيئة منهارة البيئة بيئة العمل في الهيئة منهارة كويس يا مشاهر أنت معي ماشا معي مركزة معك نحن نتمنى أن الوالي يسجل زيارة ويقيف على المشاكل الأساسية في القناة نمرأ اتنين القناة فيها استثمارات برضو السيدة المدير ياسر عوض جويد في استثمارات واقفة ما فيها أي نوع من الاستثمار اللي هو عندنا صالة الصالة دي الحد الآن ما فيه كانت مسرح وبقت صالة وأنا ما بعرف ذاته دم يأتي مستثمر اللي بيستثمر لي في حاجة وهو ما عنده أصلا رصيد في البنوك هو منه أنا ما بعرف هو منه عموما ده من صميم عمل السيدة الوالي لأننا أولادك يا السيد الوالي نحن جزئية كبيرة لأننا الإعلام نحن الواجهة اللي بتحكس ولاية الخرطوم سواء كان الوجه المشرق أو حتى الوجه المظلم نمرأ اتنين في دكاكين برضو في القناة دي ما معروف دي شنو يعني دي هل هي صوالين حلاقة هل هي بقالات هل هي شركات إنتاج برضو مقفلة وقاعدة فليه تقعد ما يستثمروا عشان الهيئة تمشي لي قدام لما كان الوالي في العهد البيت عبد الرحيم محمد حسين للأسف الشديد الرسالة حتى انتصل بكل حذافيرة لم يسجل زيارة ولو لمرة واحدة لفضائية الخرطوم ونحن كنا بنسمع السارين مشاعر بتجي بشارع النيل بتمشي الواجهة بتمشي تلفزيون السودان ونحن تلفزيون ولاية الخرطوم نحن نحن واجهة الولاية نحن 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 بنخدم الولاية الخرطوم فبالتالي الوالي أولى نحن من أي قناة أخرى والأولى أنه تحلحل المشاكل للقناة فنتمنى ونرجو يا مشاعر أنه تحلحل المشاكل من قبل السيدة الوالي أنا مرة ثانية بشيد بالسيدة الوالي ومرة ثانية بشيد بالأستاذ ياسر عوض مدير عام هيئة إذاعة وفضائية الخرطوم ويتمنى وأرجو أنه الوالي يسجل زيارة لفضائية الخرطوم في أقرب وقت ممكن ويقيف بنفسه بيان بالعمل لأنه حتى الآن نحن جايين العربية تعطلت إلا تصرفت ترحيل وما في غير عربية الثاني عشان تضرب العربية تحل المشكلة ما في ولا عربية تصرفنا نحن العاملين ووصلنا إلى الهيئة ونحن دوما نعمل في خدمة الثقافة وفي خدمة المواطنين وفي خدمة الوطن الجميل السودان وإن شاء الله يا رب بكرة الوطن الحلو الوطن الجميل في مصاف الدول العالمية والشعب السوداني يعيش في رفاهية وفي حو ويقام وخليكم متكاتفين ومتعددين وأمشوا لقدام والوطن فوق الجميع أكيد يا محسن تحايان الصباحية للأستاذ أيمن خالد دمير والي ولاية الخرطوم ويعني اتشرفت أنا بتقديم أو إعلان نتيجة الأساس مرحلة مرحلة الأساس ولاية الخرطوم والسيد الوالي كان حضور أنيغ جميل حتى الكلمات معبرة كانت جدا كيف يختار المفردات الجميلة البتليق بمكانة المعلمين والطلاب والأسر وأيضا لنهضة التعليم نحن نحييه في كل صباح على الخدمات التي يقدمها على كل زيارة لمكان معين في ولاية الخرطوم هي بتخدم الولاية وبتخدم إنسان الولاية أيضا حضوره لهيئة إذاعة وتلفزيون الخرطوم من الأهمية بمكان للوقوف لكل الاحتياجات في المرحلة القادمة وده برضو بخلينا إنه لحييه الأستاذ ياسر عوض وبنتمنى له دائما الإعانة ونتمنى إنه ربا يوفقه ويصلح الحال أكيد داخل هيئة إذاعة وتلفزيون الخرطوم يا الله هو بقى مسألة رائع عام نحن بنرجع الكنترول ونرجع نواصل معكم في بث خير